اشتركوا في القناة المعصرات هنا وحسب رأي المفسرين هي السحاب وهذا النوع من السحب ينتج عنه مطر غزير على الدفعات والماء الثجاج هو المتوفر بشدة والذي ينزل بكثافة وبشكل غزير أي أن هذا النوع من الغيوم ينتج عنه مطرا غزيرا في فترة زمنية قصيرة وهذا السحاب هو السحاب الركام أو الركام المزني وتتركز الفائدة في هذا النوع من السحب بتوفير الماء للإنسان والحيوان والنبات فهو يساعد على إخراج النبات والحبوب ويسبب نمو الأشجار ويلف الأغصان كما جاء في قوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافة صدق الله العظيم